صباح الخير للكون مشاهدين جمعية أحلى فوضى ما بتهتم بس بأنها تنظف البيئة ولكن هي كمان بتقوم بأنها تساعد الأشخاص يتولوا زمام الأمور تحتى هنا يتحملوا كمان المسئولية ويكونوا أشخاص فاعلين بالمجتمع تحتى تنكفى باستدامة تحتى تكون البيئة نظيفة مثل بيتنا تماما لأنه إذا ما حفظنا على بيتنا ما ممكن نكون عايشين بأمان وبسلام ولا نكون عم نحافظة على بيئة سلمة نحكي أكتر عن مشروع بحر بلا بلاستيك هذا المشروع اللي عم بتقوم فيه جمعية أحلى فوضى وعم بتقوم بتنفيذ وتحديدا على شاطئ السان ريمو بصر نستضيف معي بستوديو إيمان على الساف مؤسسة منظمة أحلى فوضى غير الحكومية صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير وتانكيو لإستضافتكن إجانا أهلا وسهلا من بداية خبريني عن جمعية أحلى فوضى بداية عن نشأتها وأبرز أهدافها جمعية أحلى فوضى صالت تقريبا من 2013 أكتف على الأرض كنا دايما نعمل مهرجانات وإيفنس ودايما يكون فيه وراها بروجيات أكيد بعد 2019 صورة 2019 والبلاست صار التركيس على اليومانيتاريين ميشنز وشوفينا كيف فينا نساعد المجتمع اللبناني بس بهالفترة إجينا كنا عم ندرس بروجي بيئي فرح نازلنا بحر السان سيمون واجتمعنا مع نقيب السيادين هناكي سيد عطري سيدريز والسكان المنطقة هناكي سان سيمون من أجمل بحور من أجمل شواطئ بيروت بس كتير ملوث وشعب هناك كتير تعبين نفسيا من الوضع اللي عايشين فيه فقدمنا البروجي لبحر بلا بلاستيك اللي هو إنشتف من تجمع البيئة اللبنانية والحركة البيئية اللبنانية وهو مدعو من اليوروبيان يونيون يعني هي مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنفذة من قبل الحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني للبيئة طبعا على صدعيد شواطئ لبنان كيف فتح؟ هو الإنيشتف لتنضيف كل شواطئ لبنان نحن أحلى فوضى بينا الركز على سان سيمون والبروجيه هو كوميونيتي بروجيك سو مش رايحين ننظف ونظهر لا بالعكس هني سكان المنطقة هني معنا تعاون بينا وبينهم حتى ننظف الشات بنفس الوقت منشوف هني شو حاجاتهم الولاد بدون ملعب فوتبول حنشتغل على ملعب فوتبول سيادين السمك بدون مساعدات لتصليح بواخرهم شخاتير وهيدا حنشتغل كيف فينا نساعدهم به الموضوع نحن بيهم نشتغلها سوا نعم هل نشوف سوا الفيديو ومن الرقم نتابع حديثنا ملعب فوتبول اشتغلها سوا الفيديو ومن الرقم نتابع حياته ملعب فوتبول اشتغلها سوا الفيديو ومن الرقم نتابع حياته موسيقى موسيقى هناك الكثير لتعلم عن سان سيمون العالم الأعلى في بيروت وكذلك المكتبات المكتبات والمكتبات المكتبات والمكتبات المكتبات وكذلك فهي مكتبات المكتبات وكذلك أنه مكتبات المكتبات مكتبات المكتبات هناك أولاد صورة من الضياعة يساعدنا للنظام وكثيراً نعمل مع بعض وصراحة بكثير حالة لأنه نساعد البلد تانا لو ما في عالم يساعدنا ونحن نساعد ببعض ومشين جلانات وكل شيء هيدال أنا عيدي مكسورة وقعب بنزل بساعدهم لأن أنا مبسوط موسيقى 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 والتبعي بتباليش بالمجتمع الموجود هونيك يشتغلهن على الموضوع وصراحة لوما الشبيب الموجودة هونيك يساعدونا ما قدرنا كلنا ما تضفنا بالكمية اللي قدرنا ننظفها سو السكان كان لهم دور كتير مهم نهار اللي عملنا الحملة بالتنظيف وهن كل يوم موجودين وكل يوم عبي نطفوا نعم سو فيه لهم شكر خاص لأنه هن يدعمونا بهالميشن وعارفين بالنهاية إنه هيدا شاط لإمام وهيدا هيكون شيء خاص لإمام بالمستقبل يعني على كل حال لهيدا هدفكم أنتو كجمعية أحلى فوضى أنه يكون في دعم من قبل المجتمع المحلي بكافة المشاريع اللي عم بتقوموا فيها وخاصة إذا كان مشروع بتعلق بتنظيف الشاطئ اللبناني يعني اليوم بحر بلا بلاستيك هيدا المشروع اللي بدأتو فيه تقريبا من شهرين من كنون التاني ومستمرين فيه لحديث ما فعلا ما يعود فيه ولا أي نقطة بلاستيك على شاطئ السين سيمون حال ما يكون فيه نقطة بلاستيك بس إن شاء الله إن شاء الله الهدف إنه مش بس ننظف الشاطئ أنا نعمل إعادة تأهيل لبعض البلاستيك حتى السكان يعرفوا كيفين يستفيدوا من هالإشياء بدلا ما يزدوها لأنه البحر عبيزد وفيه كمان قلت من السكان عبيزدو طبعي إنه ما تستفيدوا وشوفوا كيف فيكن تستعملوا هالبلاستيك لأشياء تانية بس البحر أنت عم تقولي هذا شيء مشترك ما بين المواطن وكمان البيئة الطبيعة هي بحد ذات البحر ما راح يجيك بلك شيء إذا أنت ما كنت عطيته إياه بالمقابل أكيد أكيد في ذنب على المواطن بشكل رئيس 200% 200% اليوم إذا بدأت إحكي عن وضع الشواطئ الليبانية من ناحية التلوث كيف بتشوفواك جمعية طحرة صودة؟ حاليا في خطر كتير على السرو البحري لأنه كمان صار في زفت يعني نحنا كنا المشروع إنه ننظف من البلاستيك واللي هيدا بس وضع الحالي في زفت يعني سياد السمك فرجاني شبكي مكرمشي من الزفت سوفي وضع كتير خطر بسبب التلوث النفطي اللي صار مؤخرا بسبب التلوث والليكش اللي إجه من إسرائيل للأسف نعم طيب اليوم يعني الثروة البحرية مهددة مهددة وعب نواجد على الشطس أسماك ميتة دايما طيب اليوم كيف بدنا نقدر نحنا نزيد من حملات التوعية تجاه المواطنة وتجاه الفرد بشكل خاص؟ يعني اليوم عم نقوم بعدة يمكن ندوات عدة محاضرات إرشادات ونصايح عم نعطيها ولكن رغم هيدا وكله بعدنا منلاقي البلاستيك على الشواطئ اللبناني ليش؟ بدك توعية مجتمع هلا البحر بلا بلاستيك كتير عم يشتغله يعني نحنا أحلى فوضى part of this big operation بس كتير عم يشتغله على التوعية على طول فيه information على الخطر من البلاستيك على التلوث البيئي فيه جهد عم ينعمل بس فيه إمكانية كمان ده واحد ممكن بده دعم كمان من الدولة الحدث الكبير كان بعشرين أدار السبت الماضي خبريني شو صار على الشاطئ السان سيمون السبت الماضي مثل ما قلت انه هن المجتمع السكان سان سيمون عم ينطفوا يوميا بس بوجود الصفة صار بحاجة كمان للمجتمع المدني يساعد فضعينا المجتمع المدني وكان في كتير شباب وصبايا إجوا وقعينا من الساعة 11 للأربعة أكتر من سبعين كيس ردم فيهم زفت تجمع أكتر من أربعمائة جالون بلاستيك وأنين بلاستيك تجمع يعني كان نهار حلو لأنه كنا كنا عم نشتغل وكنا فرحين بالشغل اللي عم نعمله بس ها كانت بداية سنقال الله راب تلاتين يسين حيكون في حملة تاني وكل جمعتين من نجرب نرجع نعمل نفس النشاط حتى نقدر ننظف قدمة فينا نعم يعني الأهم من هذا وكله ذكرت مني شوي إيمان أنه إعادة تدوير البلاستيك ونحولهم لتحافة نية أو نستفيد منهم كيف عم تشتغلوا على هالنقطة؟ عم يصير فيه اتصالة مع الفنانين حتى نشتغل سوا كيف فينا نجمع هالإشياء ويجعوا يحاولوها لإنستاليشن آرد هالإنستاليشن آرد حينوجدوا يبقوا على شط سن سيمون نعم يعني تقريباً نحنا موعودين أنه نشوفهم ابتداء من شهر حزيران ولا بدون أكتر وقت؟ إن شاء الله إن شاء الله نعم اليوم إذا بدأ أحكي عن حصيلة التلوث بالنسب وبالأرقام بما أنكم عينتم شاطئ السن سيمون وكنتم موجودين على الأرض النسبة اليوم قدية هي بالنسبة لباقي التلوث الموجود نحنا عنا بشكل عام إن كان بالهواء وإن كان بأي شيء تنق أو بالمي فكيف منشوفه؟ ما فيني أقلك نسبة مزبوطة بس بعرف أنه الوضع كتير خطر لأنه التلوث خصوصاً من الزفة واصل لترابلوس مش قصة نسبية قصة أنه الوضع كتير خطر ولازم يتعالج بأسر ما ممكن نعم طب اليوم كجمعية أحلى فوضى أنتم عم تكونوا موجودين على شط السن سيمون ما بعد السن سيمون وين رح تكونوا؟ نحنا هيدا مشروع متوليينه بس إن بحب على بلاستيك مسكين كل شواطئ لبنان أحلى فوضى عم تشتغل على كتير بروجيات بيناتهم المشروع البيئي اللي هو سن سيمون بس كمانا نحنا عم نشتغل على الكوفيد سيتوائشن مثلاً هلأ إجينا بوجه الشكل خاص لشركة سيسكو العالمية عطونا جرانت وعم نحاول من خلاله نساعد نعم المستشفيات عم نبوزع لهم ميديكل اكوبمنتز بروتكشن كيت سنعاتين سبع مستشفيات عم نشتغل هلأ على مشروع مع الدفاع المدني مدرسة زويل حاجة الخاصة شو المشروع تشتغلوا مع الدفاع المدني؟ هنالفرونتلاينرز شباب الدفاع المدني هن دايما بالمواجهة دايما بالمواجهة وما عندهم بروتكشن كيت يعني ما حدا بيسأل عن الدفاع المدني وشباب الأبطال الدفاع المدني اللي هن في شابة توفى من الدفاع المدني من الكورونا هن بحاجة لحماية هن بحاجة لفاكسين كمانا لأنه هن اكتر ناس معرضين للخطر ما عم ينسأل كتير بهالموضوع نعم طيب مشاريعكم المستقبلية شو راح تكون؟ في كتير مشاريع عم نشتغل على مشروع هلأ بلشناه بتعرف ان احنا عم نساعد المجتمع المدني عم يجينا كتير حالات عم نساعدهم ان كان بترميم بيت ارموني وغير اشياء هلأ عم نحاول انساعدهم بشغل نعم سو بلشنا مشروع تنضيف حيطان بيروت هم الرادي بلشنا بحيط الايوبي اه في مشروع رسم جدارية على حيط الايوبي واحلى فوضى استلمت تنضيف الحيط وهلأ صار عنا شي اربع خمسة حيطان بالحمراء بلشنا بتنضيفهم وترتيبهم وان شاء الله نقدر نكمل حتى ننضف كل حيطان بيروت بس هيدا بروجيت عم بيساعد المجتمع والمجتمع كمان عم بيساعد وطنه نعم طيب من خلال توجدكم على الارض ممكن كان في اندفاع كتير كبير من ايباب للشباب مثل ما شفنا اللي كانوا عم بيقوموا بحملة التنضيف ولكن كان في وعي عندي ممكن الاشخاص الاكبر سننا لشوي كان عندهم هيدا الهمة ان يبادروا على القليلة الكل كان مشارك الكل كان مشارك وكان في حماس بالموضوع هن اللي عايشين هونيك عبيشوفوا السرو البحرية كيف عبتوصل لعندهم ميتك اليوم سو لأ كان في حماس وفي توعية للخطر من الموضوع بعدين لقمت عايشن سياد السمك ما قادر يتصيط لأنه الشبكات عبتكون مليانة زفت سمك ما في موجود سو بلا في توعية كتير موجودة كم يوم بتاعتقدوا بعد بدكم تحطت خلصوا من تنضيف شاطئ السان سيمون؟ نحن المشروع لأي يارن اللارات بس السكين السان سيمون كل يوم عبي نطفو كل ما يسمح التقس عبيكونوا على الأرض عبي نطفو غير البلاستيك اللي عم بيطلع قدامكم في شي تانا عم بتشوفوه كمان؟ ايه في بلاستيك في تاناك في ورق في ابر في عدة اشياء نعم يعني معقولي مثلا لهالدرجة اليوم نحنا ثروتنا ثروتنا البيئية هي بخطر ومهددة يعني لو ما عم نقوم بهذه الحملات وما عم بتقوم بهذه النشاطات حتى يمكن تخففوا من نسب التلوث يمكن كان كل شي بموت المجتمع اللبناني بحد زيته بخطر يعني ما حدا نسقلان عن المجتمع اللبناني ما حدا نسقلان عن البيئة بلبنان لو ما الجمعيات لو ما نشاطات اللي بيعملها الفرد كنا بوضع اخطر من اللي عايشينه حاليا فشكر خاص لكل مجتمع المدني نعم تحية لكل فرد عم بيحافظ على بيئته كأنه بيته لانه بالنتيجة نحنا عايشين نحنا وليد هيد البيئة فاذا معرفنا نحافظ عليها راح تأثر سلبا علينا ورح نعيش صحطنا مهددة وبخطر لانه راح نتنفس كمان هو ملوث ورح ننزل على بحر ملوث نتنفس اللي هو الملوث نعم للأسف يعني المضحك المبكي هيدا الوضع عنا بلبنان إن شاء الله قريبا منلاقي حل كيف تهذه المشاكل اللي عم نعيني منا بيختم لللقاء بتحب تضيفي شيسة ايمان بحب أشكر بحب على بلاستيك فور دير انشتف وفور دير ترست فين بأحلى فوضى تنقوم بهالمشروع وإن شاء الله نقدر نقوم بوجباتنا أهلا وسهلا فيك شرفتنا ايمان ع الساف مؤسسة منظمة أحلى فوضى غير الحكومية مشاهدينا راح نروح نتنقى إياكم تنتعرف أكتر على فوالي